رابط الاندية المصرية رفض التأجيل مباراة للأهلي مع حرس الحدود بالدوري مقرر لها يوم 9 مايو الجاري يعني بعد 4 أيام من مباراة السوبر خاصة بعد تحديد يوم 13 من نفس الشهر موعدا لمباراة الترجي التونسي بدوري الأبطال لا لا هيواجه حرس الحدود في المباراة اللي جاية في الدوري الممتاز وبعد كده يواجه الترجي إن شاء الله تعالوا نشوف كمان باقي أخبرنا